اشتركوا في القناة الذي ينطلق على ارضية هذا الميدان والذي يأتي بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله واخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد عبر راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والامر بهذه الانطلاقة على ارضية هذا الميدان التحية موصولة اذا بالدعم الكبير لرياضات الامارات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه رعايتنا الكريمة دائما التي تأتي في كل عام هنا من خلال انطلاق هذا المهرجان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد ابو راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه وحفظ الله كافة شيخنا الكرام شكرا ابو راشد على هذه التظاهرة التراثية التي تحيي دائما هنا العادات وتحيي التحتي والانطلاقات في رياضة الاباء والاجداد ترحب بكل المتابعين والحاضرين على ارضية هذا الميدان هنا ومشاهدين الكرام المتابعين لانطلاقات هذه السباقات ثلاثون شوطا ستكون حاضرة لسن الحجاج بين الانتاج والمفتوح ولمسافة الاربعة كيلو مترات على بركة الله وعطية الاشارة الانطلاق اولي الاشواط التي تعلن هنا المقدمة وتأتي في المركز الاول قلنار تأتي على المركز الاول سالم بن راشد بن اغدير الاشتبيه بينما على المركز الثاني سايم سالم بن عبيد بن طماشر المنصوري انتقالي للمركز الثالث تواجد اهتمام محمد بن سيل بن خيرات العامري وهناك على المركز الرابع من خلال هذه الاسماء دخول للدكتورة محمد بن علي بن محمد النعيمي هنا على المركز الخامس يظهر شعار الغزيل من خلال عوض بن علي بن سعيد الدرعي وعلى المركز السادس نتابع صوغة لعمر بن حمد بن عفصان المنصوري المركز السابع هي في المركز المتحدة محمد بن حمد بن سالم الاشتبيه وعلى المركز الثامن دخولنا دخولنا القادم في هذه اللحظات من خلال الانطلاق رائع سعيد بن عبيد بن خالص العامري اما المركز التاسع فهي صادمة محمد بن احمد بن سعيد بن حلوة في المركز العاشر نوادر عبدالله بن غسطاب بن مصبح راعد طيره العامري هذه المراكز الاولى ونداءنا الاول الذي يعلن هذه الانطلاقة المبكرة مع صباحي هذا اليوم الضبابي المميز الذي تنطلق في هذه الهجن باحدة عن مواعب التحدي في هذا العالم الساحر نعود مع المقدمة واثنين كيلو من هذه المسافة المنتصف الجائزة السيارة بانتظار الفائز من خلال هذه الأسماء المشاركة وصدار الدكتور رحمد بن علي بن محمد النعيمي التي تعلن هنا وجودها على المركز الاول في المركز الثاني المتحدة محمد بن حماد بن سالم الاكتبئة على المركز الثالث تظهر هنا قلنار سالم الراشد بن حمد بنغدير بينما على المركز الرابع وجود نسايم سالم بن عبيد بن طمال المنصوري هناك على الجانب الآخر تأتي نوادر عبدالله بن غسطاب بن مصفح رعي طيره العامري من المصانع وهنا أيضا دخول شعر سيد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري الذي يعلن هذه الانطلاق مع اندفاع قوي هناك الدخول قادم ولأول مرة تظهر هذه اللحظات وجود هملول في المركز الثالث لسعيد بن عبيد وضبيعة الاشتبيه ثلاثية المقدمة والاقتراف في هذه اللحظات من لوحة الإعلان ما شاء الله وتبارك الله أول الأشواط إذن النداء ألف وميتين للتذكير وهملول تغير الموقع تغير الموقع ما هذه اللحظات إلى استدارة سعيد بن عبيد بالضبيعة الاشتبيه الذي يقود المقدمة والانطلاق الأولى في هذه اللحظات الكل تحرك مع النداء العود للمركز الثاني المتحدة محمد بن حمد بن سالم بخرايط ولكن القادمة بقوة عرجه خالف سعيد بن بروك الحميري وهناك على المركز الرابع تتدخل مروحة سعيد بن حمد بن سالمين المنصوري هذه الأسماء الأربعة في هذه المنافسة استدارة 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 مع هملولة سعيد بن عبيد بالضبيعة في هذه الانطلاق ولكن مروحة روحة مروحة روحة حركت مع هذه اللحظة واسرحت من خلال هذا الصباح بنسميها مسرح بنسميها مسرح ما عليه السموحة يا مالك بن سالمين سعيد بن حمد بن سالمين المنصوري يتمنى إن شاء الله أنها تكون هنا مع هذه الانطلاقة إذن مسرح المركز الأول في هذه اللحظات وسلام توصلها إذن من خلال هذه الانطلاقة إلى الروضة بالعين دار الزين لكن الخطورة قادمة في المركز الثاني من وجود أيضا وجود عرج خالف سعيد بن بروك الحميري خطر 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 مع هذه اللحظات إذن هناك منازف ولا نقول الروضة 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 صمود صمود مئتين متر أخير مسرح فنغير العسم إلى مسرح نعم هذه اللحظات اللحظات الأولى صباحي هذا اليوم ما شاء الله الأسم مبروك والسيارة وتهانين أيضا لهذه اللحظات من خلال هذه الانطلاقة هنا سعيد محمد بن سالمين المنصوري المركز ثاني عرج خالف سعيد بن بروك الحميري حملولي في المركز الثارث لسعيد بن عبيب الضبيع المركز الرابع تواصلت فيه التحديات مع وجود المتحدة محمد بن حمد بن سالم والمركز الخامس كانت هناك وصايف عتيج بن علي بن راشد بالقوم الاشتبيع يا صلاة تبارك الله تحرك المشاركون وهنا مع لحظاتي وصولي مسراح على المركز الأول في هذه اللحظات سعيد محمد بن سالمين المنصوري خمس واحد وخمتين ثاني وسبعة من العجزاء من الثاني سلام يا هالي الروضة سلام سلام يا العين سلام المركز الثاني كانت عرجع المركز الثاني خالف سعيد بن بروك الحميري اذا خمس قاية ثاني وخمتين ثاني بالوفة والتمام وثالث المراكز هملونه كانت المركز الثالث ايضا خالف سعيد بن عبيد بالضبيعة من خلال هذه الانطلاق خمس دقائق نشوف التوقيت ووصولها ايضا في هذه اللحظات خمس دقائق ست وخمسين ثانية وثلاثة من العجزاء من الثواني صباح النشاط صباح الضباب متواصل والقادم يحمل الكثير من التحدي والإثارة على اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة